دخل آدم على يار الغرفة وكانت نائمة في فراشها وتتدل خصلات شعرها على وجهها وكانت كملاك صغير جميل فجلس آدم بجوارها وآزح خصلاتها حبيبي يلا با أمي يا كسلانة وظل يداعب أنفها حتى تململت يارا في فراشها وفتحت عينها بهدوء وما أن رأته ابتسمت فاقترب منها فطبع قبلة صغيرة على وجنتيها صباح الورد صباح ايه مفترية شو في الساعة كام احنا قررنا على العصر بجد طب خلاص يا ديني أيمة انت صليت الظهر آه صليت في الجامع يلا أمي نصلي سوا وبعدين ناكل وقام بشدها لتقوم فوقفت معه فدعب أنفها كسلانة موت مش كنت تجوزت واحدة حلوة ونشيطة هي اللي تصحيني ابقى فكر بس تعملها ونقطعك يا مفترية رفيعة ساي بس ايد الجامدة خلاص يا ستي ارشيني بأي حاجة وهو يؤشير إلى خده فاقتربت منه وهمست في أذنه ابقى خلي الحلوة النشيطة ترشيك وهمت بالمغادرة فأمسك معصمها وسحبها إليه فسقطت فسقطت فوق الفراش وهو بجانبها خلي قلبك أبيض بقى فضحكت بدلال لا أنا سودة قوي من جوة على فكرة آخر كلام عندك انت اللي جانت على نفسك وقعت من السرير وفاقت من حلمها المجنون وقالت بصوت عالي مجنون فتح والدها الباب هو مين بابا صباح الخير صباح الجمال يا حبيبة بابا ما قلتيش مين ده اللي مجنون لا أبدا يا بابا كنت بحلم حلم مجنون شوية وأنا اللي كنت فاكرك بتتكلمي عن حد كده وغمز لها بعينه خلاص بقى مش متعود عليك وانتي مكسوفة يلا الفجر بقى عليه نصف ساعة وميصالي ركعتين وقر شوية قرآن على ما يقذل حاضر يا سيادة الأستاذ أحمد هذه ديارة اللي عرفها أنا نزل الجامع ما تناميش تاني أنا برضو انت محسسني انك مش بنتك على فكرة وانك مش دناية ضحك أحمد بشدة وتركها وغاضر وقامت سيارة وهي تشعر بنشاط شديد وتذكرت الحلم وعريسها المبنون وضحكت ثم توضقت وصلت ركعتين وجلست تقرأ في كتاب الله حتى أزن الفجر فقامت لتصلي فريضتها وبعد أن انتهى من الطعام بادرة أحمد فكرت يا يارة لا هالجنجومة واخدأ جازة النهاردة أصلي في حصل خلاف بين ابنها الكبير مخ ومراطه المخيخ وكان الحاب للشاوكي زعلان قوي فوافق على الأجازة ابتسم كل من سمية وأحمد حتى دمعت عينهما يا ربي منك لله الله يكون فعونه أتمنى انك لو وفقتي يقدر يستحملك دانتي رهيبة أنا أصلا مفيش مني اتنين يا باب بجد يا بنتي فكرتي فتنهدت يارة أعلن المجلس الأعلى للشؤون حياتي بمجب النص الخاص بالارتباط أن يطرق القرار لولي أمري ليفعل ما يراه مناسبا رفعت الجلسة وركضت من أمامهما خجلا فضحك أحمد فرحا وتهللت أساير سمية فلقد أصبحت صغيرته معروس وفي المساء هاتف آدم أحمد وعرف بموافقة يارة على السواج واتفق على أن يحضر آدم وأبيه غدا للاتفاق وتحديد مع هذا الخطبة أغلق آدم الخط فرحا ثم ابتسم بسخرية وحدث نفسه عارفة على قد ما كنت عايزك توافقي بس كان نفسي ترفودي وتثبتي على رأيك بس تلاكي زيك زي غيرك كلكو صنف واحد ما يهمكوش غير الكلام والتسبيل غير كده ما بتفهموش بس أنا أخليكي تتمني الموت ولا التلوش ولا أنت ولا بوكي ضربتلي ألم وزعاقتي فيا ونعردلك الألم عشرة بس الصبر حلو ذهب آدم إلى والده وأخبره بكل ما فعله فصاح والده والله يا عالم شواندس آدم رحت تقدمت وقابلتها واستنيت لما وفقت واتفقت على معاة تاني وأنا آخر من يعلم طب ما كنت تتجوزها وبعدين تعرفني أنا خلاص ما بقاش ليه لازمة في حياتك كبرت وبيت مسؤول عن نفسك إيه يا بابا اللي بتقوله ده أنت أهم إنسان في حياتي قوله لو وجودك بعد وفات ماما أنا كان زماني ضايع دلوقتي والله أنا مرتتش أخليك تدخل عند الناس ويرفضوا ويبقى فيها إحراج ليك أنا قلت أضمن الموافقة كل كلامك جميل بس على أقل تكون المفروض تعرفني إنك ناوي أو إنك اخترت البنت أو هي مين البنت دي تعرفني أي حاجة مش خبط لازق كده حقك علي يا بابا أنت زعلك غالي علي قوي ما تسعلش مني خلاص بقى ما يباش قلبك سود أنت ابني الوحيد آدم نفسي أفرح بكل خطوة فرحك ما تحرمنيش من كده يا ابني خلاص يا أبو آدم من دلوقتي الموضوع في إيدك بس أهم حاجة يبقى الموضوع بسرعة أنا عايز كل حاجة بسرعة على خيرت الله هنروح بكرة إمتى على الساعة سبعة تمام أنا متشوق أشوف مين اللي خطفت قلب الحجر اللي قداني اللي طول عمره شايف البنات حيوانات أليفة خطفت قلبي إيه بس يا بابا ده أنا اللي هخطف عمرها وغصب عنها كمان آدم في نفسه خطفت قلبي إيه بس يا بابا ده أنا اللي هخطف عمرها منها وغصب عنها كمان في مساء اليوم التالي الساعة ستة ونص كانت يارا تستعد فقدرت تدت جيب باللون الكحلي واسعة وعليها بلوزة باللون الأصفر الكناري وحجابها نزيج من اللونين يغلب به اللون الكحلي ولم تصبغ وجهها فكانت جميلة ورقيقة وجلست تنتظر وهي تشعر بتوتر شديد فهي اليوم ستقابل أهل زوجها المستقبلي في تمام الساعة السابعة دق جرس الباب ففتح والدها ورحب به آدم ووالده ودلف إلى الصالون ثم بعدها دلفت سمية مرحبة به قال رأفت أمال فين العروسة أنا متشوق أشوفها قامت سمية عشان تنازي عليها ما شاء الله عرفت تختار يا آدم بين عليها كل الحاجات الحلوة ربنا يبركلك فيها يا أحمد ويبركلك فيها يا آدم أحمرت وجنتها بشدة وظلت تفرق أصابعها في توطر شديد وشعرت أنها على وشك أن يخش عليها كان آدم يتابع حركاتها المتوترة ويبتسم في سخرية قولي بقى يا بشمهندس يعني قاطعه رأفت بشمهندس إيه بقى ده دلوقتي بقي زي ابنك يعني تقوله آدم أو ابني قال له أحمد لو ما كانش يضيقه أنا ما عنديش مانع لا طبعا يا عمي حضرتك في مقام والدي طيب لتكلم في المفيد دلوقتي يا أحمد إحنا جايين نشوف إيه طلباتكم عشان العروسة الأمر دي تنورنا وظل الحوار هكذا ويارى لا تستوعب أن كل هذا من أجلها هل ستصبح عروسة حقا؟ بص يا عمي أنا عايز الخطوبة لأسبوع الجاي والفرح بعد شهر إيه رأي حضرتك؟ صدم كل الجلسين وشعرت يارى بقدل وماء يسكب عليها مش شايف إنك مستعجل شوية يا ابني؟ يا عمي أنا عندي صفقة في مطروح كمان شهر والشغل فيها هيبقى الفترة طويلة يعني مش أقلم من ثمان شهور لسنة ونص لإنه تشتيب عمارة كبيرة وهبقى محتاج صفر وبهدالة فكنت ناوي أعد هناك لحد من المشروع يخلص وبالتالي هبعد عن هنا سنة ونص وبصراحة أنا حابب يارى تبقى معايا عشان كده بقول نعمل الفرح كمان شهر وأخد هوا سافر يرديك أروح أعد لوحد من غير مراطي يارى شعرت بسهول وكأن أحد تعمد صفحيها عدة صفعات وإتردت داخل عقلها كلماته تبقى معايا؟ أخد هوا سافر؟ سنة ونص؟ مراطي؟ طب وإيه المشكلة؟ خير البل عاجله ولا إيه يا أحمد؟ أه لا طبعاً صدم آدم ورفض وشعر آدم بالضيق الشديد وتنهدت يارى بارتياح وبابتسامة انتصار صغيرة لا طبعاً ما يدنيش تعود هناك لوحدك أنا موافق ما عنديش مانع وأكيد زيارة موافقة كمان مش كده يا يارى؟ نظرت يارى لأبيها بدهشة نظرت إليه بنظرة رجاء حتى يعدل عن كلامه ولكنه رمقني بنظرة إسرار وكأنه يخبرني أنه لا مجال للتراجع فأمقت برأسي موافقة واستأسنت وخرجت من الحجرة مسرعة والدموع تنهر على وجهي ربنا يبارك لك فيها يا أحمد بجد عرفت تربي أجمل ما في البنات حيائها ومشاء الله بنتك مثال للبنت المتدينة اللي تعرف ربها كويس الحمد لله فضل ونعمة من الله آدم كان في عالم آخر لقد نجح أخيراً وبعد شهر من الآن سيتزوجها ويحقق انتقامه منها خلاص اتفقنا يا عمي بكراً شاء الله على العصر كده أعز عليكم ونروح نجيب الشبكة تمام ما عنديش مشكلة هحاول أخلص الشغل بدري ونروح ولا إيه رأيك يا سمية مفيش مانع أنا هبلغ ياره رقفت لا أحمد طب وإنت هتروح ليه يا أحمد والله ما أنا عارف يا رقفت يروحوا هم سوا وخلاص قال له آدم لا يا بابا أنا عايز نروح كلنا سوا قال له رقفت وأنا كمان أيوة يا بابا كلنا خلاص على خيرت الله ما تنادي العروسة يا مدام سمية عشان نقرأ الفتحة قامت سمية وزعبت لغرفة ياره وجدتها نائمة على الفراش تبكي بشدة اقتربت منها يارى حبيبتي بطعياتي ليه افش يا مام أنا كويسة ما لدي حبيبتي في حاجة ديئتك ايه اللي سعالك كده خلاص يا مام الكلام لا هيقدم ولا هيأخر لا حصل حصل سمعوا صوت أحمد ينادي عليهم فنهضت ياره مع سمية واتجهوا للصالون جلسوا مجددا وقرأوا الفاتحة وانتهى اليوم على وعد باللقاء غدا في الهاتف بنت مين يا أخويا أحمد الأدهم انت مش هتشل الهبل ده من دماغك أدم ليوسف يوسف انت عارف اني من زمان بدور عليه وهو وقع تحت ايدي وانا هنطقم يعني هنطقم اتقل لا يا أدم دي ماما كان بنته ضعيفة وملهاش زم ما تقررش مامتك تاني يا أدم وخرج نفسك من الدوامة دي مامتي ماتت بحصرتها بسبب عشت حياتي كلها وانا شايف الدمعة في عنيها وهو باعها وانا هبيع بنته بالتمن الرخيص وانا كلامي مبرجعش فيه لو انطبقت السمع على الأرض وما تحاولش تقول حاجة أو تغير رأيي فاهم والعيد تاني ثم أغلق الخط دون الاستماع إلى رد يوسف تنهد يوسف بحدة وحدث نفسه ربنا يا زيك انت مش عارف بتعمل ايه وهتندم هتندم يا أدم مجهول اتنين لمجهول واحد بقولك هيتجوز هتسيبه يستمتع اه هسيبه يستمتع انت غريب قوي ازاي يعني احنا مش المفروض ندمر كل حاجة هتفرحه في حياته ولا انت عايز ايه بالزبط هو انت مش ملاحظ ان الجوازة دي بتتم بسرعة والكل موافق يبقى فيه إنا في الموضوع وبعدين هيجي هو بنفسه لأضاها ما تخافش انا عايز ابرد ناري فيه انا ماشي وراك ومعاك وساكت بس مش حسكت كتير هتبرد نارك وانا كمان هبرد ناري بس الصبر حلو يا مغفل الصبر حلو